لكرة القدم ستدرس قضية لعب المنتخب الأولمبيز دين فرحات الذي أعد المدرب شورمان تقريرا أسودا بخصوصه عقب الملاسنات التي حدثت بينهما في كوريا الجنوبية خلال الدورة الودية التي شارك فيها الأولمبيون مؤخرا وحسب مصادرنا فإن فرحات كان قد تلسن مع مدربه بسبب إحالته على مقاعد البدلاء وتطورت الملاسنات بينهما إلى درجة دفعت بالمدرب لإعداد تقرير أسود إداعه على مستوى الفاف فور عودة البعثة من كوريا تقرير طالب فيه شورمان بتسليط أقصى العقوبات على فرحات وإبعاده نهائيا من المنتخب الوطني وهو أول قرار اتخذه المدرب في انتظار ما سيتقرر لدى لقائه بمحمد روراوة العائد صبيحة الأربعاء من أثيوبيا إسلام سليماني سهم في تحقيق المنتخب الوطني تعادلا بأديسا